موسيقى خدمات لا تتوقف ومجهودات مستمرة مع قوافل ستر وعفية التي تبوه محافظات الجمهورية قرية غرب تيرا بمركز الحمول بمحافظة قفر الشيخ كانت المحطة الثالثة والعشرين للقافلة لتستهدف خدمة أكثر من ثلاثين ألف مستفيد من أهالي القرية وتوابعها ننتشر على مستوى القرية بشكل كبير بنعمل فيها عدد كبير جدا من الخدمات الخدمات دي زي المساعدات الغذائية والمساعدات النقضية والعينية كمان بيكون معانا خدمات صحية زي ما احنا وفيه في الوحدة الصحية النهاردة النهاردة بنشارك كرنتيب موحدة الغذائية زي ما حراك شايف طرق الأبواب بنروح لأسرنا وأهلينا في كل مكان داخل المركز بتاع الحمود بنشارك النهاردة بتوزيع كرنتين بملابس ملابس مصنع ملابس كارنافال أطفال موجودين بتوزيع كرنتين غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا وموجودين برضو في كارنافال للأطفال بنوزع هدايا على الأطفال وفيه قوافل صحية برضو القافلة الطبية كعادتها شملت العديد من التخصصات وفتحت أبوابها أمام الجميع بالمجان بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعويضية ناس كانت مستنية العمل ده فعلا فكل يجي الحد الكافرة الطبيانة اليوم والكل يكشفوا هذا علاجه وكل أمور تمام يعني ناس كشفوا علينا عزام وقدانا علاجنا وكشفنا عيون وقدانا علاجنا ونس زي العسل ونس زي السكر ونس على دماغنا من فوق بيقدموا كل حاجة يعني أنا حللت وكشفت على نية وخدت علاج وعملت نظرة تماما كشفنا سكر وعيون والآن عنده عملها يعملوها وكشفنا عزام وخد على نوري في لجنة هنا تبع الأيتام فجبته عشان أجيب له كرسي وأجيب له عربية تبع العاجز كما شننت القافلة حملات تبعوية بكارت الخدمات المتكاملة لزوي الهمم بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثادي وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية نحاردة قدرنا نفيذ عادة كبيرة من السيدات موجودين تحديدا في الحمول في غرب تيرا في كفرشي مهتمين كمان كمعصب هي أن نحن نوصل لأكبر عاد من السيدات على مستوى كل المحافظات علشان نوصلهم لتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثادي نقن من الأركان الأساسية لأنشطة التحالف الوطنية والخاص بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى بجانب المساهمة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات حدفنا النعارضة نتلقى طلبات جديدة حالات فيه النعارضة جزء كان نقدم عندنا بالفعل أهيتم فك كربو النعارضة وسداد المدينية بتاعته وإنهاء القضايا اللي عليه فيه كمان النعارضة فاقة وعي حنوعي الناس ضد إصال الأمانة واختورة إصال الأمانة وفكرة التوقيع عامة أو البصمة على أي وقت أنا عليه فلوس ومد بتاع الخير هيتفحاني والله يسلح له يا رب يكفي شر المرض وشفى كل واحد يساعد أي واحد غالب ربنا يجزون خير يا رب يكون خير على دوم إن شاء الله تضمنت القافلة أيضا توزيع مواد غزائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف بجانب إقامة قرنافال للأطفال وأنشطة ترفيئية حاجة جميلة بصراحة النهاردة والأطفال جميلة بصراحة والألعاب جميلة الأجواء كانت حلوة جدا وإحنا حبينا الحفلة وعايزين حفلات كتير وشكرا للتحالف في الوطن وعايزين يعمل لنا كامل عفلات دائدية وتبقى جميلة بالشكل ده أنا بشكركم وكل قلبي شكرا للحفلة الجميلة المتحدية وشكرا للتحالف في الوطن هنا كان معرض الملابس والذي احتوى على أكثر من كسعة ألاف قطعة ملابس بأسعار مخفضة تناسب جميع الأعمار معرض النهاردة عدفه أنه هو يوصل الهدوم بأسعار مزيئة للأسر كل نوع الهدوم رجالي حريمي وأطفال كل عنا بأسعار مزيئة جدا كنت أجيب لبسي أعرف شكرا أعرف شكرا حاجة كويسة بصراحة وقدوم كويسة وكشف كويس وعلاك كويس بمشاركة تسعة عشر كيانا من كيانات التحالف الوطني عبر أكثر من ثلاثة ألاف متطوع وموظف وتنفيذي تم تنفيذ قافلة ستر وعافية والتي تم وضعها لتقديم الدعم النازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العب عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر